يعني المصانع تقعد تعيش وتشتغل المزارع تقعد تعيش وتشتغل الشركات الاساسمارية تقعد تعيش وتشتغل الأماكن اللي هي مصانع الأخذية كل حاجة انت شايف فيها يعني انت مثلا الطفرة اللي حصلت لك في التصدير في الخضروات في الفواكه تجيب القطاعات دي وقعد معاها ايه النظام عايزين ايه محتاج ايه عايز عرض جديدة يعني هؤلاء يجب ان انك تحفزهم دايما ان شاء الله نقدر نعمل حاجات دي وانا وقفت انت لو تحس بقلب الست وهي داخلة عالرئيس تقعد له شغل ابني انا عايزة شغل ابني بتعيط لانه الأم بصتها للراجل اللي قاعد عندها في البيت ولا يعمل بتقهرها لانه هو في مصر تعمل الأسرة على انه الواد يتعلم وياخد شهادة الجامعة وعايزة بقى تفرح به وعايزة يتجوز وعايزة يفتح بيت وعايزة 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 عايزة يعمل كل حاجة وفجأة تفاجأ ان هو قاعد لأسباب برضو ومش عايزة تكلم فيه عشان الناس بتزعل هو كان بيدرس ايه هو قطع العمل اللي هو كان شغال فيه ده محتاجه ولا مش محتاجه هو الصنعة اللي خدها دي كان كويزة هو درس كمبيوتر ولا ما درسش هو خد لغة اللي هو اللي بيحصل دائما الآن في إعادة نظام التعليم المصري المسألة بتبتدي من تحت الغاية فوق الغاية تم ما يطلع لك واحد ينفع انت عندك قطعات نقصة جدا وعندك قطعات مش محتاجة حد فهنا هذا الأمر برضو ازاي إعادة أهيل ولو سمحتم بقى جماعة الدماغ بتاعتين ناس اللي بتشتغل انت عايز تشتغل ولا عايز تبقى به لقيت شغل قلضم في أي حاجة امسك فيها دلوقتي الشغل كله حلال الشغل كله شرف الشغل كله جهاد أنا مش عايزك تقعد تقول لا والله أنا بعد ما لا اشتغل اشمعنا بره بتعمله كده يعني أنا أما كنت في لندر أما كنت في أي حتة بقى لقى الشاب من دول خريج إيه كذا بشتغل كذا بيعمل حاجة تانية ويبتدي ويكبر اشمعنا بره مش عيب إنما هنا لا انت عارف أنا خريج إيه انت عارف أنا معي إيه انت عارف أنا اشتغلت كم سنة أنا زكرت كم سنة لا شوف سوق العمل محتاج إيه وجهز له جهز نفسك واهل نفسك إن شاء الله ناخد بالنا من هذا الأمر ده